السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير النهاردة بقى احنا هناخد جولة بسوق بلد برسعيد يوم الجمعة يا بخت اللي هيلحق احنا مش هنروح محل الوحده لأ احنا هنمشي بالشارع كله وبحاول اجيب لكم اسعار كتير ومختلفة محدش يا جماعة يقول لي ان روح تلقيت الاسعار غالية او روح تلقيت الاسعار رخيصة قوي لأ في اسعار كتير جدا خصوصا يوم الجمعة في اسعار مختلفة كتير جدا يعني هنا هو عمال يقلب الفرشة وهو الكيلو هنا بـ 200 جنيه الأطفال هنا عامل الكيلو بـ 200 جنيه قال لي بيبقى فعلا هتلاقى برضو حاجات كويسة وفيها هتلاقى حاجات غالية فيه اسعار كتير مختلفة يا جماعة يعني محدش يقول لي برضو انا روح تلقيت اسعار اغلى كتير من اللي انت قلتيها لا فيه في القناة محلات فيها الاسعار عالية جدا وفيه برضو محلات اسعارها وسط وفي محلات أسعارها معقولة أنا دايماً لازم أرضي كل الفئات وكل الأزواء اللي عايز رخيصها هيتلاقى في القناة واللي عايز أسعار وسط برضو هيتلاقى في وديوهات في القناة واللي عايز أسعار عالية برضو هيتلاقاها موجودة كل الأسعار وكل الأزواء هتلاقوها موجودة في القناة أنا اسمي كريمة علي حسن ودي قناتي لو أنت أول مرة تشوفوا القناة أوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا الإعجاب واتشغر لكل صحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدموا عن بور سعيد وخصوصا عن سوق بالد بور سعيد كل ده بقى موجود باسعار مختلفة فيه ب100 جنيه وفيه ب150 جنيه وفيه ب200 جنيه الاسعار اصلا عموما بصوا شايفين اهو ب50 جنيه محدش قول انا روحت ما تلاقيتش 50 جديد لا هتلاقوا كده لانهم كلهم وخصوصا يوم الجمعة كتبين الاسعار على كل الاستندار بصراحة وجايبالكو اهو كمان اسم المحل اهو عشان تبعارفين انتو راحين فين لو اعجبكم الحاجات اللي عنده البولوفرات بدأ من اول 100 جنيه لغاية 250 جنيه في العموم يا جماعة البالة فعلا نازلة غالية اول سنة دي غير كل سنة وكل ما اكلم حد يقولي شوف الدولار بكام شوف الدولار بكام فانتي برضو هتلاقي اسعار كتير هتلاقي التلق قطع ب100 جنيه وهتلاقي ب50 جنيه زي ما قلتلكو هتلاقي اسعار كتير جدا البناطيل دي اللي هي اللي احنا بنقول عليها بناطيل دفيات او بناطيل بجامات او بناطيل بتتلبس تحت العبيات في عندك سعرين كل السوق هتلاقي سعر ب50 جنيه وهتلاقي سعر البناطيل اللي شدة حلها وحلوة شوية زي اللي انا بوروها لكو دي عاملة 100 جنيه وفيها مقاسات كتير على فكرة ام 50 جنيه هتبقى مقاساتها صغيرة لكن الممج جنيه لو تقلب فيها هتلاقي فيها مقاسات كبيرة لحقيقة وكلها الوان واشكال والقماشة كمان كده حية وحلوة اللي هي تتلبس ماش مهر هيدا ولا دايبة ولا اي حاجة وبرضو زي ما بقول لكم كل مرة دوروا وفاتشوا كويس اوي اوي في كل قطعة انت بتاخدوها وخصوصا لو انتوا مش من بورس عيد عشان لو سفرتوا طبعا مش هتلحقوا تيجوا او مش هتعرفوا تيجوا تغيروها جواكت الاطفال دي كلها هنا عنده استندات ولاد وبنات بقوليك وانا الجواكت دي بتاعت الاطفال بمتين وخمسين جنيه عنده بمتين وعنده بمتين وخمسين جنيه هتلاقى الاسبورتي بقى موجود وهتلاقى الجواكت العادية اللي هي بتاعت الخروج العادي برضو موجودة عنده من اول ماتين جنيه ومتين وخمسين جنيه وبرضو هتلاقى عنده مقاسات محيرة الجواكت اللي احنا مشوفناها من شوية دي كانت ولادي دول بقى البناتي عنده من سن موليد كل الاستندات كده على فكرة كل المحلات عندها الاطفال من سن موليد لكات السن المحير شايفين أشكال كتير وألوان كتير بصراحة هو فعلا يعني سوق بلد برسعيد يوم الجمعة ده بيبقى فيها حاجات كتير جدا وبيبقى فيها حاجات لقط دايما بقول بصراحة يا بخت اللي بيلحق اللقط دي شايفين بقى جاكة الأطفال البنات العسل ده طحفة بجد بيمتنوا خمسين جنيه ويفتحوا الحاجة جماعة لما تاخدوها افتحوا الجاكت كده وبص عليه من جوا وشوفوه من جوا عامل ازاي الجاكت الجنس والشميزات الجنس برضو موجودة البلاطي الناس اللي بتلبس البلط الطويل الرجالي واللي بيلبسه الجاكت القصيرة برضو هتلاقوا كل ده هتلاقوه موجود وبرضو زي ما قلتلك هتلاقوا أسعار مختلفة البلوفرات هنا بيمتين وبيمتين وخمسين جنيه موجودة عنده مش عنده بس هتقريبا في السوق كله نفس السعر ده الأطفال كمان برضو يعني شفت المرة دي الأسعار كانت عالية شوية بصراحة زي ما قلتلك بيمتين وبيمتين وخمسين اللي احنا شايفينه دول برضو بيمتين وبيمتين وخمسين صراحة من سن الأطفال لغاية سن المحير بس هو صراحة خاملتهم حلوة يعني هتفتحوهم مش هتلاقوا فيه أي دفوع ولا مقضوع ولا أي حاجة طبعا في حاجات أرخص من كده زي ما قلتلك السوق فيه أسعار كتير متنوعة دول بقى اللي أنا شايفينه مقبار دول بيمتينه خمسين جنيه بصي في البناطيل الجنس في كل حاجة آي ده هوا الجواكت بتلتميت جنيه على قد فلوسكو هتاخدوا من هناك إن شاء الله بإذن الله على قد فلوسكو هتلاقوا الحاجة اللي انتوا عايزينها هنا بقى الفرش ده كان عجبني جدا كان عنده التلق قطع أطفال بمت جنيه وكان عنده القطع الواحدة بمت جنيه فانت اللي يعجبك برضو زي ما قلت هتاخد منه دوري فابو تلاتة ده وقلبي هتلاقي في حاجات حلو قوي بتلاتة تلاتة قطع يعني بمت جنيه وبرضو فيه القطع الواحدة بمت جنيه جواكت برضو وهو الرهلك دلوقتي ده طبعا التلاتة بمت جنيه بصوا في حاجات كتير ده بقى كان بمت جنيه الجاكت ده كان بمت جنيه كان حلو قوي البمب ده بصراحة جميل قلبوا زي ما قلت لكم بصوا الاطفال ده ده بمت جنيه فارغ بمت جنيه حلو قوي قلبوا في الحاجات اللي هي التلاتة بمية دي هتلاقي حاجات كتير قوي حلوة بس عايز انك تدوروا شوية بقى ودرعاتك هتوجعكوا شوية انتو طبعا بتبقى نازلين اليوم ده عمنا حسابكم ان انتو بتدوروا طبعا في بلد برسعيد عمنا حسابكم لليوم ده عايز اقول لكم كمان يا جماعة ان سوق بلد برسعيد خصوصا يوم الجبعة هياخد من لكم وقت طويل جدا يعني ممكن تقضي اليوم كله في السوق بصراحة لان محلات كتير والمول كبير جدا انا كل ده في الدور الارض بس انا لسه مطلعتش فوق ولا ورقوا حاجة فوق غير مرة تقريبا او اتنين شفنا حاجات بالكيلو الكيلو بمتين جنيه وفي حاجات الكيلو بخمسمائة جنيه وفي حاجات الكيلو بسبعمائة جنيه هتلاقي اسعار مختلفة هدي القطعة دي مسلا كانت التلاتة بمية جنيه كانت حلوة على فكرة ده بمية جنيه شايفين بيورهونا من جوه وبيوردنا مركته كمان وعايز اقولكو برضو يبقوا فاصلوا مع البيع يعني لو اخدتو مثلا بربعمائة جنيه خمسمائة جنيه فاصلوا مع البيع لانكو اخدين قطع كتير فاصلوا معاه اي حاجة انت اولى بيها اي حاجة هتنزل انت اولى بيها شايفين في مقاسات لغاتل سن المحاير ازاي كانت تلاتة بمية برضو ده تلاتة بمية برضو انا بقولي الحاجات يا جماعة لو ما خرقتوش بيها لو الاطفال يعني ما خرجوش بيها ممكن تلبسها لهم تحت الهدوم زي الدفيات كده شايفين ده بومي جنيه اللي احنا شوفناه من شوية كل اللي احنا شايفينه النهاردة ده وشوفناه النهاردة كل ده استنداد في الشوارع انا مدخلتش ولا محل انا قلت جاولة كده في سوق البالة في يوم الجمعة علشان نعرف بس الاسعار متفاوتة ازاي اللي احنا شايفينه قدامنا ده كله بمتين جنيه اي جاكت او اي شميز كانت بمتين جنيه اي حكا هو هيورها لنا بقه هم بيورينا واحد واحد حريمه رجاله على فكرة على بعضه ده كان بمتين جنيه شايفين؟ على فكرة هتلاقوا مقاسات في مقاسات كبيرة وفي مقاسات شباب صغيرة بصوا الشميز والالوان الجاكت لسود ده كان حلو قوي على فكرة هيجيبه لنا دلوقتي هنشوفه هو مقاسات صغيرة شوية بس سعر امتين جنيه اعتبر حلو معقول بصوا دخلت ممر تاني في ممرات كتير جدا شايفين بجيبلكو الزحمة ازاي يوم الجمعة فعلا بيبقى بتبقى برصاعات كده حلوة هتتبسطوا قوي بيبقى الجو جميل بصراحة كل مشغل اغاني والسوق كبير بصوا هنا كان بمتينه خمسين جنيه بقى الجاكت هنا كان بمتينه خمسين جنيه هيورينا برضو تشكيلة كل دي فروشات كل ده موجود على الطبالي وعلى الاستانداد اللي موجودة في الشارع بورينا هون في مركات في مقاسات كبيرة وفي مركات بصوا اي جاكت هنا كان بمتينه خمسين جنيه اه في حد كاتبلي في التعليقات انا خايفة ااجي بورسعيد ما تلقاش الاسعار اللي انت بتقولي عليها قلت وبقول تاني وهفضل كل فيديو قل كده فيه اسعار كتير جدا متفوتة عندك من اول خمسين جنيه لغاية ميتين وتلات الفين وتلات تلاب جنيه والله العظيم فيه جواكت وصلة الفين وسبعمائة جنيه فانت هتلاقي عشان تجيبي بقى حاجة حلوة بالسعر اللي انت عايزة محتاج منك انك تدور شوية لكن اي مكان انا بروحه سواء محل او زوانا بقولكو كده بجبلكو اسم المحل لازم تتأكدوا ان السعر اللي انا بقوله لكو هو ده السعر اللي البيع بيقول عليه بيمتنه خمسين اهو انا بس اقاله تاني بتأكد منه كان بيقول لي بيمتنه خمسين جنيه كله على بعضه بقى ملخبط كله على بعضه حريمي على رجالي وفيه مقاسات يا جماعة بصوا شايفين هو عمال يقلب لي برضو ويوريني شايفين اسود في الوان كتير على فكرة يعني حاجات كانت في الشماعة بصوا اللي بيبقى بره رخيص ده فيه حاجات بتبقى جوا في الشماعة تمام فضل ما عنده قطعة اثنين تلاتة بيقوم يطلحهم بقى على الحاجات الرخيصة عشان كده بقوم ايه منزل في سعرهم شايفين ده الاسبورتي ده برضو حلو شايفين جولة في الشارع الشارع طويل والمولد كبير والسوق اصلا كبير جدا ده ممرة ثالث فيه ممرات كتير جدا زي ما قلتلكم في السوق وفيه ادوار كتير ان شاء الله كل فيديو هجبلكو حاجة جديدة ومكان جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وده كان المكان بتاعنا النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس وتعملوا الاعجاب وتشاهدوا لكل صاحبكم السلام عليكم اشتركوا في القناة